يعني متأخرة من البطولة لكن شاءت الأقدار أن مجموعة واحدة تجمع بين الفرقتين هيكون معنا نجم المنتخب الجزائري السابق وبروسيا مونشن جلاب بخ طبعاً كريم مطمور ضيف علينا على شاشة الأهلي في السادسة كابتن كريم سأل خير وطبعاً بدايةً بشكرك على وجودك معنا على شاشة تنادي الأهلي كابتن كريم خليني بدايةً أكلمك على ماتش بكرة ولقاء بالتأكيد منتظر لقاء يمكن يكون قوي وصعب على الفرقتين هل بتشوف أن مباراة بكرة هتكون واحدة من المباريات الصعبة والسخنة بين مصر والجزائر ولا بما أن الفرقتين حسموا التأهل منتظر أنها تكون مباراة عادية أعتقد أنها ستكون مباراة دائماً مباراة صعبة بين المنتخب الجزائري والمنتخب المصري ودائماً ستكون مباراة لتبع خاص والمنتخب الجزائري ستذهب إلى الفعل وصعد إلى المرحلة القادمة ولكن هو مطش جميل للمشاهدة إزاي بتقيم مشوار المنتخب الجزائري وإزاي بتشوف مرحلة كريم بوجرة ويمكن كان زميل ملاعب بالنسبة لك أنا أرى أن الأمور تسير بشكل رائع الفريق قوي جداً ورائع وهم استفادين من المباريات وأعتقد أنهم فريق مفضلية ولكن الفريق المصري أيضاً فريق قوي جداً واختيارات جيدة للمنتخب المصري وأيضاً للمنتخب الجزائري والمدرب مجيد اختار لعبين على مستوى عالي وأعتقد أنه جاهز للمباراة وعنده مهام عدة المنتخب الجزائري يقدم لقائين في منتهى القوة في مواجهاته الأولى في بطولة كاس العرب ولعب بمباريات هجومية هل تتوقع أنه مجيد بوجرة يكرر نفس السيناريو مرة ثانية يلعب جيم مفتوح قدام المنتخب المصري وهل تتوقع كمان أنه يلعب المباراة بنفس التشكيل لعب بالمباراة الأخيرة ولا ممكن يكون فيه تغييرات في التشكيل أعتقد أن شخصياته دائما تطبح دائما للفوز هذه هي شخصية مجيد وأعتقد أنه دائما سيكون مباراة مفتوحة دائما سيذهب لإحراز الأهداف وهي شخصية مجيد وطبعا هي مباراة في كرة القدم بين الإخوة المصريين وستكون مباراة من الأقرب لتحييل لقب؟ يعني بعيدا عن مباراة مصر والجزائر من وجهة نظرك ومخال متابعتك للبطولة من أقرب منتخب أقرب لتحييل لقب بطولة كاس العرب؟ أو خليني سهلك سؤال أكثر من أقرب تلات منتخبات؟ أعتقد أن المنتخب الجزائري هو الأقرب وهو من ضمن المفضلين ولكن بالطبع الخبرة يوجد فرق قوية جدا في المجموعة وفي البطولة ويجب أخذ الحذر ويوجد فرق بالفعل أضعف من المنتخب الجزائري ولكن هذه بطولة ويجب دائما الحرص والتركيز من أجل الحصول عليكم التشكيلة اللي بتمثل منتخب الجزائري في بطولة فيفا كاس العرب بتختلف بنسبة كم في المية عن شكل المنتخب الجزائري اللي هيظهر في أمم أفريقيا أو اللي هيخوضت المرحلة النهائية من تصفيات كاس العالم أعتقد أن المنتخب الجزائري يجب أن يستفيد من هذه الفترة ولكن أعتقد أن المتوجدين اللاعبين على مستوى جيد جدا وحتى اللاعبون الذين سيشاركون في بطولة إفريقيا وفي تصفيات كاس العالم ولكن أعتقد أن الفريقين على مستوى عالي لكن خلينا كلامك على أبرز الغيبات أو الأبرز الأسماء اللاعبين المحترفين اللي غابت على منتخب الجزائر في بطولة كاس العرب ومن منتظر أنها تكون موجودة مع الأخضر في بطولة كاس أمم إفريقيا طبعا يفتقد اللاعبون العقوية يجب أن يحرز ولكن في الاتحاد الجزائري دائما نسعى إلى بناء فريق قوي من الشباب ودائما يكون الاختيارات تبنى على اللاعبين على مستوى عالي وقادر على تحقيق الفوز وأعتقد أن اختيار هذا الفريق واضح على النتائج هل تتوقع أنه بكرة في مباراة بكرة تحديدا تكون مباراة متوازنة بين الفرقتين كافة من الأرجح لتحقيق الفوز من وجهة نظرك لكن أعتقد أنه مطش بطولة ولكن لا يوجد فريق أقرب للفوز الفريقين على مستوى عالي وقوي أعتقد أن المباراة ستكون مباراة رائعة ويجب أن نسعى أن نشاهدها إذا كنت تبعت المباراة المنتخب المصري يهمني عرف رأيك في شكل المنتخب المصري تحت قيادة كارلوس كيروش ومين أكثر الأسماء في السكواد المصري أو في الفريق المصري لفتوا نظر كريم مطبور أعتقد أن في كل الحالات اللاعبين المصريين على مستوى عالي وأعتقد أن أي لاعب مصري قادر على صنع الفارق أين كان المدرب الذي يقود المنتخب سأسيب بطولة كاس العرب وروح معك للمرحلة الأخيرة من تصفيات كاس العالم هل بداية من وجهة نظرك في أفضلية؟ يعني من الفريق الذي تفضل المنتخب الجزاري يواجهه في مرحلة التصفيات الأخيرة من تصفيات المونديال أعتقد للماتش القادم المحاولة أن نلعب أمام المنتخب المصري موجودة ولكن بشكل عام جميع الفرق التي صعدت جميعهم على مستوى عالي ومروا باللعب لكاس العالم وأعتقد أن أفضل اللعب أمام الكاميرون أو مالي أو حتى مصر كلها مباريات صعبة للمنتخب الجزائري بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا طبعا كريم مطمور نجم الكرة للجزيلا